هاي إزايكم عاملين إيه؟ أنا مايار بعمل الفيديو ده ليه؟ عندي حاجة أحب أشارككم فيها الفترة اللي جاية الأول خلوني بس أقول لكم أنا مين؟ أنا أخصائية علاج طبيعي وتغذية علاجية الحلو بقى في الموضوع إن أنا شغلي دايماً مع ستات الحوامل بس تعدهم خلال فترة الحمل نعمل إيه؟ إيه اللي المفروض يتاكل وإيه اللي المفروض ما يتاكلش؟ الرياضة اللي ممكن نعملها بحيث إن إحنا نحافظ على جسمنا ووزننا مش بس تشغلي معاهم مش مجرد كأني خبيرة في المجال ده وخلاص أنا كمان أم وعندي ولد لطيف كده على فكرة اسمه نوح وعنده سنة ونصر أحب الله أحمر أحبر أحمر طب المفاجأة فين بقى؟ والمفاجأة أنه ترى ترى حامل للمرة الثانية يمكن الموضوع حلو أكيد بس هو مش بوقته وبقية الحامل اللي بتساعد الحوامل لات بضحك قوي أنا فجأة بقية الحامل اللي بتساعد الحوامل عشان كده حبيت أشارككم في مجموعة فيديوهات كده عن الفترة بتاعة الحامل بتاعتي كلها وكمان أحط لكم من خبرتي العملية في المجال ده يعني إيه مش مخططة للحمل وارد أكون حسبته غلط وارد إنه مش دايماً كل موانع الحامل هتمنع الحامل مية في المية طب لو عايزين نتكلم بقى حسابات بص يا سيد هتحسيبي لنفسك الأول من أول يوم دورة شهرية وهتحطي عليها 12 يوم من الأول يوم هتحسيبي من أول يوم أنت بدأت فيه مش الدورة انتهت فيه الأيام اللي في النص من اليوم الأول لحد اليوم اللي 12 دي أيام سيف بيكون فرص الحامل فيها وليلة قوي بس بعد اليوم اللي 12 يعني اليوم الثلاتاشر والاربعتاشر والخمستاشر دول أعلى فرصة ممكن يحصل فيهم الحمل كمان من اليوم الخمستاشر لليوم الثمانية وعشرين برضو فرصة الحمل بتكون عالية بس مزيد تلات أيام دول حسبة ممكن تبقى صعبة شوية وتلغبتك أوقات مفيش مشكلة كلنا وارد نتلغبت فيها زي ما أنا عملت كده في حاجة فلسيدلية ممكن تشتريها ده اختبار طبويد ده هيساعدك جداً أول ما بتشوفي شرطة واحدة معناها أن الأيام دي متوسط فيها الخصوبة لو شفتي شرطتين معناها أن الأيام دي عالي فيها الخصوبة فتقدري تزباطي لنفسك إنا إمتى بقى حامل وإمتى مبقاش حامل كمان في حاجة سهلة قوي فيه أبس كتير موجودة على التليفون ممكن تنزليها بتكتبي فيها أو بتحطي فيها أول يوم للبيريد وهتعرفي ساعتها أي أعلى أيام للخصوبة هتشاركوني فترة الحمل في فيديو كل أسبوع هقول لكم على أفكار وصفات طرق إزاي نحافظ بيها على جسمنا خلال فترة الحمل حتى هتيجوا معايا عند الدكتور عشان نستفيد من كل المعلومات الطبية اللي هتفيدنا كلنا مع بعض اللي مش سهلة أبداً إزاي هتزفي بقى الخبر السعيد ده لجوزك اللي ما كان ما سدق إن خلاص ابننا كبر بقى عنده سنة حياتنا رجعت لطبيعتها إلى حد كبير رجعت تاني أهتم بنفسي واهتم بيه وافضانه شوية رجعنا تاني نخرج وندخل الثاني ما أخيراً واتفاجئ إنه بعد ده كله هيعيش الفيلم تاني مرة تانية في الأفلام ردت الفعل بتكون رومانسية وكيوت قوي تفتكروا بقى ردت فعل أحمد كانت إزاي؟ هقول لكم الحلقة الجاي